اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في العصر الاول وما زالت بتميزها الى يومنا هذا المرة الفاتت تأملنا في انه هل الله ما زال بيصنع الايات والعجائب العظام ليه الله بيصنع الايات والعجائب واحدة من العلامات الاولى المميزة انه الرب كان بيصنع ايات وعجائب عظيمة على يد الرسل كلمة الله بتقول في مرقص اصحاح 16 وصيط الرب يسوع الى تلميذه هذه الكلمات اذهبوا الى العالم اجمع اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي يتكلمون بالسنة جديدة يحملون حيات انشربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون ذكرنا في المرة اللي فاتت انه مدال الله بيصنع الايات والعجائب لاجل اكتر من امر الامر الاول انه دي طبيعة الله هو الرب الشافي هو الاله الصانع العجائب العظام واحده ده جزء من كيننته ده جزء من كيانه اينما حل الله في مكان فهناك ايات وعجائب طالما يوجد الله وشخص الله موجود بروحه فهناك ايات وعجائب شيء التاني انه الله ما زال يدفع كده لانه لانه هو دفع التمن على الصليب في كفارة ربنا يسوع المسيح اللي حمل اصقمنا واللي اخد امرضنا على الخشبة على صليبه واعطانا عوضا عن اجرة الخطيئة اللي هي موت اعطانا حياة بشفاء ببركة بحرية وبايات وعجائب انها تصنع في حياتنا الشيء التالت والاخير اللي ذكرناه المرة اللي فاتت انه الله ما زال يصنع الايات والعجائب لانه اله رحيم لانه اله بيتحنن على شعبه وعلى قطيعه مش بس شعبه قطيعه على المسكين وعلى البائس وعلى الفقير هو اللي بيشرق شمسه على الاشرار وعلى الابرار وبيمطر على الصالحين والظالمين ايضا على الاتنين ربنا فيه تقوى وفيه رحمته لسه بيتحنن على كل بشر على كل صنعة يديه على كل دي جسد لانه دا طبعه لو احنا ناس نقدر نقول علينا ان احنا بشر لكن بنحن ونرق للمريض والمتعب في وسطينا اللهم دال بذات الحنان وبذات الرحمة بيمد يده بايات وعجائب ليظهر رحمته كامل معاكم اليوم انه ليه الله ما زال بيصنع الايات والعجائب وليه احنا ما زلنا في حاجة ان احنا نرى الايات والعجائب في حياتنا واللي الرب يسوع قال انها تتبع المؤمنين مش تكون قدامهم تتبع المؤمنين شيء الرابع انه الرب بيصنع هذا الامر لاجل اعلان مجدو الله لما بيصنع ايات وعجائب ليس لكي يعطي مجد الانسان جزء منه انه بيرحم الانسان والجزء الاخر منه انه كي يعلن عن مجدو انه ما زال موجود وحي وبيقول يصنع خير وما زال هو الاله المقتدر في مرقص اصحاح 2 وعدد 12 بتقول كلمة الله عن قصة للمفلوق هذا المفلوق عندما اتى للرب يسوع حملوه اربعة من اصدقاء واتوا به اللي حابب يقرأ القصة موجودة في انجيل مرقص اصحاح 2 لكن الكلمة بتقول ان الرب قال لهذا المفلوق قم احمل سريرك واذهب الى بيتك انسان مشلول مش قادر على الحراك جابوه اربعة من اصدقاءه فتحوا السقف بتاع البيت اللي موجود فيه الرب يسوع ودلوه من تحت نزل رب لما رأى ايمانهم غفر خطايا هذا الشخص ثم تكلم اليه ان يقوم ويحمل سريره ويمشي طول الكلمة فقام للوقت وحمل سرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع اسمع الكلمة اللي جاية ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط الله بيصنع الايات والعجائب لكي يعطى المجد لله ولكي يصنع اية واعجوبة في وسط شعب في وسط جماعة بيها الناس تنتبه وتلتفت الى مجد هذا الاله العظيم اللي صنع الشفاء والاية والاعجوبة بتقول كلمة الله في اعمال اربعة لما الرسل شفوا المفلوق بتقول الكلمة اما المفلوق لان الجميع لما رأوا المفلوق بعد ما شفوا الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى كل الناس لما رأيت هذا المفلوق شفوا كل الناس كانت بتمجد الله على اللي رأيته بعنيها من اية واعجوبة حصلت في شفاء هذا المفلوق رب يسوع في يحن الأصحاح التسعة بيسألوه عن الشخص المولود أعمى وبيقولوله هذا الأمر أهذا أخطأ أم أبواه رب يسوع بيقول لهذا أخطأ ولا أبواه لكن لكي تظهر أعمال الله فيه إعلان العظمة إنه هناك مرض ما وهذا المرض قد تم الانتصار والتغلب عليه شفاء الله اتضح قوة الله ظهرت آية وأعجوبة إنه هذا المرض يضمحل أو ينضي عندها نرى عظمة الله الإله الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر هذا الإله كلي القدرة كلي الاستطاعة إيه اللي بتعمله الآية والأعجوبة؟ بتعلن عن الله بتعلن تقول إيه عن الله؟ هذا الإله هو إله كل ذي جسد لا يعصر عليه أمر كل شيء مستطاع لدى الله ليس شيء غير ممكن لدى الله ما عندوش مستحيل ما عندوش إعجاز الإعجاز عندي وعندك زي ما قلنا قبل كده لكن هذا الإله لما الآية والأعجوبة بتحصل إيه اللي بتلاقيه على لسانك؟ بتقول ليك المجد يا رب ليك المجد يا رب ليك المجد يا رب أشكرك حتى اللي ما يعرفوش حتى اللي ما قبلهوش قبل كده حتى اللي ما لم يسمع عنه عندما يتلامس ويرى آية وأعجوبة يقول مين اللي صانع كده؟ مين اللي عمل كده؟ هو شخص الرب المبارك اللي بيمد اليد ولسه بيصنع الآيات والعجائب علشان يعلن عظمة مجده في وسطنا مبارك اسمه القدوس إلى الظهر وإلى الأبد بيعلن مجده؟ أكيد بيعلن مجده مش عشان مجدي ومجدك لكن عشان مجده هو وحده يظل ليه المجد إلى أبد الأبدين شيء تاني حاجة بعد كده أنه ما زال الله بيصنع الآيات والعجائب علشان يثبت كلمته يعني يثبت كلمته رب يسوع لما كان بيخدم كان خدمته بالقول وبالفعل البشير لوأ وهو بيكتب إنجيله بيقول كلمة مميزة جدا بيقول بيقول أنه إحنا عيننا من الأول الأمور المتقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا من البدء معاينين وخدام للكلمة وهو بيكتب بيكتب مرة تاني في سفر الأعمال ويقول هذه الكلمات إلى نفس الصديق ثاوفيلس اللي بيكتب له الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به رب يسوع كان بيفعل ويعلم ويعلم ويفعل الكلمة اللي كان بيتكلم بيها كانت بتثبت أيضا بالآيات التابعة اللي كانت بتصنع على يديه في رسالة العبرانيين كاتب العبرانيين بيقول لنا كلمات رائعة كلمات رائعة بيقول كاتب العبرانيين في أصحاح 2 عدد 3 أو 4 بيقول من قبلها من عدد واحد خلينا أرى بيقول لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوته خلينا ننتبه نسمعنا أي لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة بتكلم على النموس وكل تعد ومعصية نال مجازات عادلة كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سامعوا تثبت لنا بإيه شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته أينما وجدت كلمة الله ويتبعها آيات وعجائب تجد أن هناك نمو للمؤمنين نمو لعدد الكنيسة نمو للناس اللي جاية للحصاد الناس اللي جاية للملكوت لأن الكلمة تثبتت ليس بالقول فقط لكن بالقول أيضا وبالفعل اللي بيصنع الله النهاردة أنه حيثوما توجد كلمة القدير الكلمة بتقول في العهد القديم أرسل كلمته فشفاهم هناك خبر وخبر صار أنه الله بيرسل الكلمة ولما يرسل كلمة الحياة إلى إلوبنا هذه الكلمة بتعلن عن إيه؟ بتعلن عن الخبر الصار هو ده إيه اللي احنا بنسميه بين إيدينا ده؟ ده الإنجيل ما هو الإنجيل؟ هو الخبر الصار كل شخص بعيد عن الله أنه هناك خلاص مجاني ليك إن أتيت وقبلت شخص رب يسوع بالإيمان تقبل عمل النعمة في حياتك الخبر الصار بيقول بيقول إن كنت مريض إن كنت مقيد هناك شفاء لجسدك هناك حرية إلى نفسك إن جيت واعتمدت على عمل النعمة اللي تصنعت في دم الحمل على الصليب خبر صار هذا الخبر الصار الكلمة بتقوله لكن اللي بيثبت الكلمة إن إحنا نشوف الفعل اللي بيثبت الكلمة إن إحنا نرى ما بعد الكلمة أنت قلت لي أنت خبرتني أنه هو الإله الشافي أنت قلت لي أنه هو بيخلص إن لم يتحقق هذا الأمر فالكلمة ملهاش رجلين ما تقدرش توقف على عوامين لكن اللي بيوقف ويثبت الكلمة هي الآيات التابعة اللي بتثبت أن الله صادق وإنه أمين فيما تكلم به فيما يفعله في حياتنا علشان يثبت كلمة حقه إلى الدوام آللويا أنا بصلي النهاردة لأجل كل واحد فينا جوة قلبك إيمان قلوا رب ثبت إيماني ثبت إيماني إنه الكلمة اللي أنا بتكلم بيها لو أنت بتكرز لو أنت بتتكلم للصديق لو أنت بتشارك رسالة المسيح مع أحد قلوا رب ثبت إنه الكلمة ما تكونش مجرد كلمة بس لكن الكلمة اللي بتقدر تخش جوه القلوب الله بيقول عنها أنها كلمته لا ترجع إليه فريغة في شعية 55 كلمة الله الخارجة من فهم لا ترجع إليه فريغة لكن حتجيب بصمر لكن الصمر ده بيكون متزايد أكتر وأكتر لما بيثبت بالآيات التابعة لما بيثبت بعمل الله العظيم اللي بيعمله في القلوب والنهاردة لو أنت محتاج أنك تشوف حصاد لو أنت عطشان وجعان أنك تعمل مع الله تجمع حصاد وقول له رب ثبت الكلمة بالآيات التابعة شيئة السادس والأخير اللي بشارككم فيه اليوم إنه ليه الله ما زال يصنع الآيات والعجائب وحده لأن إحنا بنصلي وبنقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيتك ليأتي ملكوتك الرب علمنا وقال ليأتي ملكوتك الخبر اللي خرج بيه الرب يسوع أول ما ابتدى خدمته خرج ويقول توب لأنه قد اقترب ملكوت السماوات يحنى المعمدان هو بيعد الطريق إلى السيد أول ما خرج خرج وقال توب لأنه قد اقترب ملكوت السماوات رب يسوع أرسل تلميذه علشان يخرجه وعلشان يصله إلى العالم بكلمة الخلاص اللي كان موجود فيها توبه لأنه قد اقترب ملكوت الله الله بيعلن عن الملكوت والآيات والعجائب التابعة بتقول إن الملكوت موجود إن الملكوت بدأ في الحدوث إن السلطان الله وملك الرب يسوع اللي سيأتي على القلوب وعلى الأمم والشعوب مثبت الله بيصنع الآيات والعجائب لأنه هذه هي علامة إتيان الملكوت بيقول الرب يسوع في متى أصحاح 12 هذه الكلمات هو بيتحاور مع اليهود اليهود بيقولوا أنه ببعل زبول يخرج الشياطين الرب يسوع بيقول أنه ما فيش مملكة منقسمة على ذاتها تقدر أن تثبت زي الشيطان يخرج الشيطان لكن الرب يقول إن كنت أنا بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله حباي الآيات والعجائب لما بتصنع في حياتنا إحنا بنقول بيها دون أن ندرك من غير صوت عالي لكن بالفعل ليأتي ملكوتك بنعلن عن ملكوت الله أنه أتى بنعلن أنه فيه سلطان للملك ملك الملوك ورب الأرباب ليه أنا وإنت صمتين ليه أنا وإنت بنحكيش ليه أنا وإنت بنعلنش بشارة الملكوت لو أنت رايح بتوعز لو أنت رايح بتتكلم لو أنت بتخبر في أي مكان البشارة دي بشارة اسمها بشارة الملكوت بشارة الملكوت بتعلن من ضم لإعلانها أنه هناك قوة قتت علشان تغزو وعشان تنتهر وعشان تبيد مملكة العدو تبيد مملكة الشرية لهذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس رب يسوع ظهر علشان ينقض أعمال إبليس علشان يعلن عن ملكوته يعلن عن مجيئه والآيات والعجائب التابعة بتثبت وبتعلن أن ملكوت الله ما بين يدينا حباي وحنا النهاردة فين بنقول للرب نحن عايزين نشوف ملكوتك يا رب كم واحد مننا عايز يشوف ملكوت الله في حياته يعني ملكوت الله ملكوت الله يعني الله يملك على الفكر على القلب على النفس ملكوت الله أنه بيتك يكون مترتب ترتيب صحة أنه ملكوت الله أنه حياتك تكون مستقيمة قدامه ملكوت الله أنه يكون يستعلن البر في المكان اللي أنت بتعيش فيه في الضيعة اللي أنت فيها في الحي في العمل في المدينة في الدولة ملكوت الله بر الله يستعلن والرب بيقول أنه عندما يأتي الملكوت وهو بين أيدينا وملكوت الله في داخلنا هذا الملكوت يتضح ويبان بإخراج الشياطين واحدة من الآيات الخمسة اللي قالها الرب يسوع في مرقص أصحاح 16 وبإعلان ملكوت الله اللي بيظهر قوته واللي بيظهر عظمة مجده في وسطينا والنهاردة أنا جاي أشجع قلبك وبشجع إيمانك من تاني أيها الحصاد يلا الله أرسلك يلا الله نفخ بروحه وأقامك في مكان معين في زمان معين هل أنت في حاجة للآيات والعجائب؟ ولا دا بتاع شيعة إحنا قسمناهم طوايف دلوقتي إشي خمس سنين وإشي رسوليين وإشي من يتكلمون وإشي من لا يتكلمون وإشي محافظين وإشي حريين مسميات وشيع لا حصر ليها ولا نهاية ليها لكن أنا عايز أقولك ارجع للمكتوب أنا بتكلم من المكتوب حسب ما أنا شايفه حسب ما أنا مآمن ومصدق به مش مجرد إيمان عقلي ولا قلبي لكن إيمان فعلي وعملي شفته قدام عيني في عديد من البشر وفي نفسي ومع نفسي مع أولادي مع بيتي إن الله مازال يصنع الآيات والعجائب العظام وحدهم أنت محتاج تختبر ده محتاج تسدهه في قلبك ومحتاج أنك تدعو الله في خدمتك وفي عملك في مسيرك هاهنا إن الله يمد الإيد يشفي يبارك يطلق ويثبت الكلمة بالآيات التابعة حباي دي واحدة من العلامات اللي كانت موجودة في الكنيسة الأولى كنيسة الرسل كنيسة أعمال الرسل وأعمال الرسل لسه مفتوح والأصحاح 29 إحنا بنكتبه إلى يومنا هذا وإلى مجيء شخص رب يسوع اللي مليان بقصص وبقصص وبقصص بتحكي واختبارات عن عمل الله عن نفوس قتت إليه عن نفوس اتغيرت عن نفوس قامت من بين الأموال عن النفوس شفيت عن نفوس أطلقت عن نفوس الله صنع في حياتها أمور عجيبة يعجز الطب يعجز البشر عن صنعها لكن مفيش غير الإله الحي القدير اللي يصنعها والنهارده عايزين نيجي ونرجع مرة تانية بالطباع قلب ونقوله يا إله كل نعمة غنية يا إله كل نعمة غنية النهضنا يا رب أقمنا يا سيدنا الرب أقمنا يا من أعطتنا روحك ويا من انغرس فينا روحك وسكبت علينا نعمتك تعالى النهارده وقفنا من تاني تعالى النهارده قومنا من جديد تعالى النهارده وقفنا نكون بنعرف يعني إيه حصاد يا رب وإيه المنجل اللي انت حطه بين إيديك عشان تحصد بيه إيه الأدوات اللي انت ادتها لنا عشان نحصد بيها حصادك واحدة من هذه الأدوات الآيات والعجائب آيات وعجائب آيات وعجائب آيات وعجائب الله صانع آيات وعجائب اللي انتو بتشوفوه مرات عديدة فيه في البرنامج هنا أو للأسيس إلي فيه في برنامج آيات وعجائب في النهاية وإحنا بنتكلم وإحنا بنصلي ده حاجة اسمها كلام العلم كلام العلم الله بيعلن بالروح القدس عن أشخاص معينين ليهم حالات خاصة الله عايز يلمسهم في مكان ما بإسم ما ودي حقيقة وبتصحى وبتحصل وبتكون ليه؟ لأنه هو ده الآيات والعجائب الإله الصانع الآيات اللي عايز يوصل لقلوب الناس اللي عايز يشفي شعبه يتحنن عليهم وأنا بقول لك النهاردة فيه فرصة جديدة ربنا عايز يتكلم بيها لحياتك ويقول لك أنه لسه فيه آيات وعجائب بتحصل زد إيمانا يا رب زد إيمانا يا رب ليه في ناخد وقت أطول النهاردة ندعو روح الله أنه يأتي بالآيات والعجائب على حياتنا غمض عينك معي غمض عينك ما تغمضش عينك زي ما أنت عايز لكن سكن نفسك بين إيدينا الله خلينا نشوف النهاردة الرب عايز يلمس إيه عايز يعمل إيه في حياتنا حاللويا حاسس جوه قلب النهاردة أنه فيه آية وعجوبة خاصة للأخوات اللي ما عندهمش أولاد أو اللي عندهم أولاد لكن الرحم مغلق مأفول في البعض منكم بقالوا سنين جربوا حاول لكن الرحم مغلق أنا عايز أقوله النهاردة أن ربنا بيطلق شفاء جديد بنعمة وبسلطان آية وعجوبة في اسم المسيح يسوع في أكتر من حد بيشاهد حس أن يكون زي ما يكون فيه زيت سخونة سخونة في أسفل بطنك روح الله عليك الآن ليفتح كل رحم في اسم المسيح يسوع في اسم المسيح يسوع أكتر من حد أكتر من حد أكتر من حد أكتر من حد النهاردة بتطلق نعمة خاصة بمسحة خاصة وبسلطان خاص من يد الله تفتح كل رحم عقيم في اسم المسيح يسوع في واحدة أخرى رحمك مسقط بقالك ثلاث مرات واحدة تانية بقالها أربع مرات وزي الفقدان أمل مش قادرة الرب النهاردة بيلمس ده وبيعطيك إنه هذه اللعنة تنكسر من عليك ويكون رحمك رحم بيحبل وبيلد وبيأتي ببنين وبنات يا رب أنا بشكرك النهاردة لأنك قادر إنك ترفع ترفع يا رب ترفع العقم من الأكساد وتدي لعبيدك إن يكونوا مثمرين زي ما أنت خلقتهم في البداية وقلت الآدم وحواء ثمروا وكسروا الأرض أشكرك يا سيد الرب أشكرك يا سيد الرب أشكرك يا سيد الرب فيه شخص آخر ماضي عقد مع حد فيه حد موقف لك ده فيه حاجة موقفة إنه هذا العقد يمضى وإنه يتمم ليه علاقة مع ناس في أسبانيا الرب النهاردة حيفتح لك هذا الباب فيه اسم المسيح يسوه وحيعطيك نعمة آية وعجوبة إن الشخص اللي واقف متصدر لهذا الأمر سيزال غدا يزال غدا يزال والرب حيضي لك انفتاحة وعمل عظيم ببركة عظيمة آتية يا ربنا بشكرك من كل القلب بشكرك من كل القلب فيه شخص بيشاهدني تاني في المستشفى أنت عندك ورم ورم خبيس على المخ وحيفتحوا لك أو خايفين يعملوا العملية لكن خلاص زي بقولك النهاية يعني الرب النهاردة بيلمسك على سرير مرضك الآن وإنت بتشاهدني أنا شايف دمعة عينك إنت أنا شايف دمعة عينك والرب شايفك موجود معاك في هذا المكان بصلي في اسم سلطان الرب يسوع إلى هذا المرض الخبيس أنه ينكمش ويزول في اسم المسيح الحي ولا يصيبك ولا يلمسك أنت في أواخر الاربعين والتمانية واربعين سنة والرب حيخرجك من هذا المكان عشان يستخدمك وحيصنع بيك عمل عظيم جدا حتكون شاهد عن صنيع الله حتكون شاهد عن هذه الكلمة اللي بتقال لك لأنه نفوس كتيرة حتيجي من خلال هذه الكلمة من خلال شهادة الحياة اللي الرب بيتكلم بيها إليك حاللويا مبارك اسمك أيها الإله العلي أشكرك يا رب أشكرك 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 في ممرضة ممرضة أخرى عندك فشل كلوي في الكليا اللي مين بتعاني ومش عايزة تقولي حتى لأقرب الناس لك الجوزك لكن انت لسه مكتشفى الموضوع ده من يومين حط إيدك على كليتك الآن الرب بيشفيك الرب بيشفيك الرب بيلمسك بقوة خاصة مبارك اسمك سيد الرب مبارك اسمك سيد الرب هاللويا هاللويا في طفل تاني عنده 12 سنة ودن الشمال ما فيهاش من قوة طبلة أذن علشان تسمع الرب بيخلق ليك أذن اسمك وليد في اسم المسيح الحقي يا رب بصلي في اسمك تضع يديك يا رب على هذه الأذن الآن تشفى تخلق هذه الطبلة رب من جديد فيسمع في اسم المسيح يسوع يا رب بصلي النهاردة في اسمك وسلطانك رب على كثيرين يا سيد الرب ليس لديهم قدرة يا رب على المشركة ليس لديهم قدرة على الإعلان عن مجدك اصنع آية وأعجوبة النهاردة رب أنك تشفي هذه الألسنة يا سيد الرب أنه يتكلموا بكلامك وبحقك وبسلطانك من جديد أنه يرفعوا أشواء وأنه يعطوا ويخبروا بما تريد أنك تصنعوا في وسط عالمنا هذا يا رب ببارك اسمك يا رب ببارك اسمك في حد تاني فيه في دولة فيها حدود أو سجن على عمل الله وكلمته أنت مؤمن صار لك زمان وعندك تحدي بينك وبين أهلك وأمك والدتك عيانة بحمة شديدة وعندها زي فيروس سي في الكبد ورب يقول لك أنه روح مد إيدك عليها الآن أنت بتشاهد أي ما بتشاهد مد إيدك عليها الآن وصلي والرب حيش فيها ودي حتكون علامة أنه إلهك اللي أنت بتتبعه هو الإله الحقيقي وحده الرب يرسل ليك معونة الآن عشان يسبت كلمته على حياتك وعشان يرفع وجهك ويرفع الظلم اللي عليك مبارك شخصك يا رب لأنك أنت الله الحي القدير يا رب ارسل المزيد والمزيد يا رب من آياتك من عجائبك تأتي على شعبك في هذا الزمان يا رب تأتي على شعبك في هذا الزمان يا رب تغزو كل أمة تغزو كل شعب يا رب كل لسان وكل قبيلة يراك ويرى شخصك في اسم المسيح يا رب بصلي الآن لأجل مزيد من الآيات والعجائب لأجل أحلام ورؤى في اسم المسيح بالأخص في الأماكن يا رب اللي مفهاش كلمة بالأماكن اللي مبتصلهاش كلمة الله هناك أنت تطلق آيات وعجائب على قرى بأكملها على ضياع بأكملها تزورهم أنت بشخصك وبسلطانك تعلن عن حقك وعن شفاءك ليهم مبارك اسمك لأن يدك ممدودة على الدوام لكل ماجد يا رب أحبايا فرحان لأنه الله ما زال يعمل أنا أطلب الأحباء اللي جع عليهم كلمة العلم والرب صنع معاهم شيء من فضلك اكتب لينا على العوان اللي موجود اتصل بينا على التليفون ده ابعت مسيج عليه أو على الإيميل مستنين نسمع منك عشان نقول لكل من شاهده أن إلهنا إله حقيقي ولسته بيصنع الآيات والعجائب إلا أنا ألقاكم في حلقة قادمة من زمن الحصاد قلبي معاكم بصلي من أجلكم صلوا لأجلنا والرب يكون معاكم قد جاءت أيام الحصاد لنجمع ونحصو الحكوم أصدر ما تغطي الأمم أما علينا فيشرك نور هو وعدا يكب السماء يشركك الشمس في مياهها صوتك المياه عينات الإبناء أهدئا بالبقل ينصرنا ترجمة نانسي قنقر